زار القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية وليد البخاري يرافقه المسؤول الأعلامي غسان اسكندراني مبنى قناة الجديد واجتمع بنائبة رئيس مجلس الإدارة كرم الخياط والمدير العام لتحسين جروب كريم الخياط والمدير العام للقناة ديمتري خضر ومديرة الأخبار مريم البسام والمستشار السياسي للمحطة أمين أمورية ومدير العلاقات العامة براهيم الحلبي وعدد من الزملاء وجال البخاري على مكاتب الجديد واستوديوهات الأخبار حيث تعرف إلى الزملاء العاملين كاشفا عن مناسبة ستقيمها سفارة المملكة الأربعاء المقبل بعنوان لبنان يجمعنا بحضور كل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف داريان ونائب المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبدالأمير قبلان والبطيرق الماروني الكاردنال ماربشارة بطرس الراعي وعدد من الشخصيات السعودية